موسيقى صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم بحلقتنا بكاتوك رح نعمل ميك اوب مع كارين ابو خليل من كي ستار أهلا سهلا فيك كارين اليوم خبرنا شوي شو الميك اوب يلي بدنا نعمله اليوم كي ستار بدنا تجربة تخرج الزبونات العادية بتكون بي بيتا كيف تقدر تعمل ميك اوب ناعم للا خرج كل يوم وبنفس الوقت بدنا نشوف كيف نمد الفون التام مش بالإبونج طريقة جديدة اللي هي البنسو مش بنسو متل اللي كانوا يشوفوهن قبل بنسو جديد اللي هي بنسو تجاي هيك مبرومة برم هيك نستقمن مد فيها التام لحنجرب نفرج كيف نمد التام كيف نقدر نخلط اثنين تام مع بعضهم وكيف هلأ الصيفية عند يكون الجسم برونزي كيف ننسق الوج على الجسم وهي كثير من الاشخاص يعني لما هنه بيكونوا عم يعمل ميك اوب ينسوا انو ينسقوا تام جسمون على تام وخاصة وقت يتصور والفلاش بيبين الوجه شوي أفتح من مهن حلوة هي هي لازم يتغمقوا شوي زيادة حتى لو شفت حالة لايف غامقة اذا تصورت او شي يطلع ناتيرال صحيح لانه عادة على البحر مع البرونزي الوجه لا يجب أن يأخذ ميكون يكون ديجا محطط له اكرا افضل لما يبقع مع الوقت او شي من الشمس فبيصير الوجه لون والجسم لون تاني اليوم لحنجادة ندهن شوي الوجه مثل الجسم نعم لون مده يعني لطان يكون اوموجين مع الجسم نعم مره سنطول كثير على المشاهدين رح نبلش بالميك اوب ورح نطلب من ميريام تتفضل وهنشوف الميك اوب من الاول من الاول هلا دجا ميريام نحنا حضرنا الوجه عملنا الاسوان لعيونه وحاكين الكرام دوباز فالليزم اهمش يكون فيه كرام دوباز على الوجه واكيدة بدنا نذكر كمانا شو البرودية اللي كل سيدة لازم يكونوا موجودين عنده بالبيت اول شي هلا لحنبلش بفوندو التان كمباكت انا صراحة ما بحط كنسيلر برجع بحط فانداشن بحط الفانداشن على كل الوجه وحتى تحت العيون تكون كل الوجه لون واحد لحنجرب نمدو بالبنسو وهذا البنسو الجديد مضبوط هيدا البنسو اول شي ريشة تبعيتها سنتيتيك يعني كيف ما فيك تنطفها فيك تنطفها بالماء بالوايبس بالالكول ما بتفرق معها لانه هيدا البنسو الريشة تبعها ما بيصر لشي مع الماء او مع اكيد نعمة على الوجه اكيد وبنفس الوقت فيها تنظفها الكليانت او كمين الاستاتيسيان فيها تنظفها تستعملها لكذا زبونة ورا بعضهم وما بيمشح ابدا التامعة يعني لازم نلحق هيدا الطريقة يلي عم تستعمليها كارين وهي بطول ايه مثل وبر الوجه يعني البوال الخفيفة بالوجه كيف بتكون موجودة لازم نتبعه نفس الطريقة ونمد شوي مع الرقبة كوي بنسو هو هيدا الحجم الوحيد يلي موجود فيه مضبوط هو يس واحد حتى تحت العين فيه مده عادة للطن بقلبه كمين البنسو بتفوت المأماكن اللي كتير صغيرة بالوجه مثل حول المنخار تحت العين اكيد لازم يكون عندك السيدة التن يلي بده تحطه على وجه لازم يكون عنده كمين الانتسار 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 فيها تحطه بالاخير توش فينال تايعط الاكلاء خاصة اذا كانت تسارنية ما فيها تحط الانتسار متما يضرب على غريب لازم تحط التن كله يكون نفس اللوم وترجع تحط الانتسار كمين عد بنرجع منحط البودر ليبر صحيح؟ مزبوط انا اليوم سستعمل فوند التن فوق هذا ما بده بودر بصير لواحده بودر هذا كمين اهيان شوية على زبونة اه اوكي انا عم جرب شوية عد شو البرودكت اللي هي بحاجة لانت تعريف مزبوط اكيدة عنا الاي شادوز انا عم شوفهم كلهم اي شادو اي لاينار ماسكرا وبلاش وكونتور مع غلاس ناعم او حمراء مات ناتيرال اليوم نحنستعمل الالوين ترابية مزبوط هو الالوين ترابية اهيان تتحطن البرسونال يوز لانه كيف ما حطتنه لحيطلعون ناعمين وحلمين وبيربقوا عكل الشي مزبوط لانه الباج الغامق والبنات وعادة وقتنحط فونديشن حول العين كمان الكنسيلر مش مشكل اذا قربنا شوية على الانجموش بنرجع من على الاحواجب سريع بنرجع من علموهم بالقلم او بيشدو طبع الاحواجب بنرسمو ساعدتا كل سيدة شو ما كان نوع بشاريتها فيها تستعمل هيدا الفونديشن اللي اليوم نحنا عم نستعمله إذا بشاريتها دهنية مضطرة تحط له بودر فوقه وإذا بشاريتها شوية كبيرة بالعمر وإذا حبيب تخففه فيها تحط على سبونج ساعتا بتستعمل فيها تحط على سبونج شوية ماء هيك بصير أخاف هيك بصير أرق الفونديشن بتمده أسرع بكتر هيدا الفونديشن اللي هو كريملس فونديشن هيدا الفونديشن كمفلان تير وهيك بنكون عم نخفف شوية الفونديشن حتينا يمد أسرع يصير أموجين أكتر مع الوج وبنفس الوقت عم بيصير فودر منه لوحده وعم نمد مع الرقب شوي نقطة صغيرة لكل الوج يعني هالما يحطيتها حرجها زيد على تاني ميل نعم لازم نفرجيه كمان المشاهدين انتع يعرفوا شو اللي حط هيدا الفونديشن اه اوكي من بعد الفونديشن من بعد الفونديشن اللي حنبلش بالأيشادو الناعم للعيون نرسم العيون حلو يكون الوجه عم بيلمع كارين ولا لازم يكون مات هو لا لازم يكون مات هلا نحنا متل ما عم نشوف عم بيلمع شوية بده ديقتين بنشف هذا الفونديشن وخاصة بالصيفية لازم يكون مات لانه اذا شوبت الكليان تويك منه لوحده سيرجع يلمع هون كيف لما بتكون هي براة البيت وبيلمع الوجه واذا نتعلم فيها تخلي بالساكتة باع بودر كومباكت كومباكت بودر كومباكت بودر ترجع بتعامله رتوش شوي هلا لحن نستعمل اول شي الشادو غمضة الشادو البيج هنحطه تحت الحاجب تنعت الاكلة وتنعته لسحبة العين منحطه تحت الحاجب وبأول العين تقريبا هون بالكوان من جوه طبعا العين ممكن بيدوي العين هون مظبوط بيعطي اكلها وهيك بصير عنا تحت الحاجب مدى فاتح مدى العين مظبوط حطينا نعم وفينا بنفس البنسو يعني البورسوناليوز مش دارو تشتري كذا فينا بنفس البنسو ننظفه وننتقل على غير كولار هلا لحنحط كولار بطير ناتيرال لونه باج مات نحطه على عدمة العين اه اوكي اللي هو هون محلو يعني على اركاد طبع العين وين العين بتفتح فيه التعجة الصغيرة وفينا نعمل له شوية السنتاج مع الباج بزيت البنسو بنفس البنسو بعدنا عم نشتغل هوني اذا كانت هيدا عندها عدمة بعينة او ما عندها فيها كمان تستعمل زيت التكنيك مظبوط هيدا التكنيك يعني كمايكاب كتير خفيف وناتيرال بتكون عم بتحط تقريبا لونين وعم تعملون شوية ديجراداسيون يعني هي وتفتح عينها هلا ببين ما كأنها حتى شيء بس التان طبعه يعني لون العين طبعه اغمق شوية من العادة ها هم هلا محل ما بتتحرك عينه بوبيار موبيليان محل ما بتفتحه بتغمي تغمي 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 تلس فيها نرجع نحط الباج الحطينين فوق هيك ديطلع كتير ناعم وخفيف خاصة هالقلوين بتلبع كتير على البوزاج مظبوط هلا قطة نرجع سوري نرسم العين بالايلينر هيك ببين ديجرادة اكتر فينا نشب كمان مارومات غامق شوي نحط بس عزاوية العين من بره هون هيك نرسم شوي العين هل ترعمل شوي انامال مظبوط تقدير تبين انه فيه ديجرادة باللون ومسحوبة يمكن مظبوط باللون ومسحوبة باللون ومسحوبة ومسحوبة قوية صحيح نرسم زاوية العين بالمارول شوي غامق المعت يعني هدا الميكوب تقريبا بعشة دقائق مظبوط مظبوط بعد بدو ايلينر ونرسم شوي العين من جوة ومن تحت وقتا نشوف كمان انه العين شوي قشطة من هون بالشدو فينا بسبونج نمسح شوي نحنا كمانا قبل ما ننهي كل الارقام عم تقطع على الشاشة كمانا لكل اشخاص اللي حابين يشتروا برودوكت كايستار شون يتواجهوا على الشركة او يوصوا الاستاتيسيان اللي هي بيتعامها له معها يعني عادة هلا لحنا نستعمل ايلينر اللي ريشته يعني زبونة هي فيها تلقيها على رموشة وتقطعها بتطلع كتير هاي كتير مهم انه البروجيا اللي عم تستعمله سيدي يكون هاي الاستعمال يعني كمانا مانا هي ميك اوب ارتست تقدر تستعملها بالطريقة اللي ميك اوب ارتست تستعمله بس اهم شي هيو عم بتحطو مش قوين تطلع وتفتح عيون حتى ما يطبع فوق بدا شوية يعني شي دقيقة ينشف حتى ما يرجع ينزع للميك اوب نعم هالوقت كمان فينا نحن معلوم نشتغل عين واحدة فينا نرجع نعلم الحواجب شوي بالشدو البراون بريشة هيك مشتوبة نعم بس ايه بنا نقدر شوي نشوف الوجه صحيح نعم نعلم الحواجب نعم الحواجب ايه الاندجا بيجاليه بيكون فاونديشن و كنسيلر بيكون خف اكتر وبيبقى علينا نحط الحمرة هلا من تحت كمان طلع لفوق فينا نرسم العين بالبراون الحطين من فوق تنحددها اكتر نعم وكمان كل الاشخاص فين فوتوا على الويب سايت ويزوروا كاستارز دوت نت وكمان بيقدر يخدوا فكرة اكتر عن الادرس وعن كل شي موجود بالكاستار فينا بقلب العين كمان نحددها شوي اكتر بالاسود طلع لفوق هيك بنرسم كمان زيوية العين من الدين هيك بتبين العين ما سهو باكتر ميكا بلاك انا اكيد هيا و سريع ما بدو كتير واقف هلا نحط البلاش طلع لفوق البلاش شوي بروزان نحن نخطب مع البلاش و هم نرجع كمان نشوف النتيجة نهائية بعد البلاش و اكيد بيبقى الحمراء هم نرجع تنزيد بطريقة ناتورال مزقون يكون الكنطور او حتى كمان اللبستيك صحيح وبعد المسكرا ما حطينها اكيد ساعدها بترجع وساعدها كمان فينا بالبلاش نهد شوي على الجسم تيكون اموجين اكتر منها اموجين نهد شوي شكرا. محسى كتير كاريم محسي لقلك مشاهدينا انا بودعكم و بنتجعرا اكيد على طول بافكار جديدة بعالم المودة ام هلا بريك وابنرجع انتابع ام تي فيا لايه